فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب نعم الله جل وعلا ندب أي أمر للصلاة في مواطن الرحمة والمساجد المؤسسة على النية الصالحة فأمر بالصلاة في المساجد الثلاثة المسجد الحرام قد أسسه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام والمسجد النبوي وقد أسسه محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وقد أسسه إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام فهي مساجد الأنبياء وبنيات صالحة وسبقت فيها العبادة فالصلاة فيها فيها فضيلة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد وصلاة في المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة وكذلك في مسجد قبأ فإن الله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه كل سبت ماشيا ويصلي فيه فيسن الذهاب لمن كان في المدينة سواء كان من أهلها أو قادما إليها يسن له أن يذهب إلى مسجد قبأ ويصلي فيه